اشتركوا في القناة الاستاذ نادر سعدون استشاري في مجال تأسيس وتطوير الاعمال اهله وسهله فيك شرفتنا فينا سماعة زاقروس اهله وسهله شرفتنا فينا سماعة زاقروس برجعب لك مرة تانية بالبداية بحب اسألك شو هي طريقة السهلة اللي لحد هلأ الشباب يعني خلنا نقول خمسين من الشباب ما بيعرفوا حل هاي المشكلة وخاصة عن فرص العمل في كتار منهم عاطلين عن العمل بسبب انه ما بيعرفوا كيف نقدموا سيفيات لأعمال اللي هن بالدنيا تمام هلا بداية العاطل عن العمل انا برأيه هو عاطل عن البحث في المكان الصحيح نعم هو عاطل عن التفكير الصحيح عاطل عن تحديد مجال عمله الحقيقي اليوم اول خطوة المطلوبة من شخص عاطل عن العمل خلينا نسميه اولا ان يحدد المجال اللي بده يشتغل فيه يعني يحدد خمس او ست اقوى خمس ست شركات موجودة في المنطقة الجغرافية اللي هو حابب يشتغل فيها وعلى اساسها يبلش يتواصل معها عن طريق البريد الالكتروني بشكل احترافي عن طريق التواصل المباشر طبعا قبلها بداية لازم يكون خلينا نسميها الاسلحة الاسلحة التوظيف تكون جاهزة اللي هي السيرة الزاتية الاحترافية دائما نحن بنركز عليها انشاء سيرة زاتية احترافية هو المفتاح السحري للحصول على اي وظيفة الشغلة الثانية اللي هي موضوع المقابلات العمل لازم الشخص يكون مهيئ نفسه وجاهز لأي مقابلة عمل سوف يقوم بالذهاب اليها فالنقطتين هدول البحث في المكان الصحيح البحث عند الشركات الصحيحة التي هي ضمن مجاله الشغلة الثالثة اللي هي الاسلحة اللي تحدثنا فيها اللي هي السيرة الزاتية والتحضير بالضبط لاجراء مقابلة عمل احترافية في كتار منهم عندهم سيفيات قوية خلينا نحكي بهذا الموضوع لأنه محتارين هدول الشباب شو بدهم يعملوا كيف فيهم يقدموا خاصة عندهم مهارات كتير قوية وسيفي كتير قوية ولكن انت مثل ما بتعرف انه أغلب التوظيف ايضا صارت من خلينا نقول هيك بالعامية عبر الواسطة انت شو تحليقك على هذا الموضوع؟ تمام هلا بكل دول عالم موضوع الواسطات بالتوظيف موجودة بس بشكل مختلف عن الثاني كيف؟ مثلا اليوم أنا بدي ابحث عن عمل بدي شوف طبعا مجالي برجع بحدد ببحث عن عمل في مجال تخصصي ما ببحث عن أي عمل في أي مؤسسة كانت شو بتصرف؟ أنا مجالي مثلا بعرف شخص أو اثنين أو ثلاثة بهذا المجال بتكلم معهم انه يا صديقي عندكم بالشركة نفس المجال اللي أنا بيهتم فيه اذا صار عندكم فرص شاغيرة شاغيرة فالأولوية انك تخبرني هاي نسميها جزء من الواسطة بس مو بمعنى الواسطة بس المعروف والشائع عندنا بالمنطقة انه اذا ما عندك واسطة ما رح تتوظف هذا الشيء مرفوض بطبط هاي شائع غير صحيح تماما غير صحيح أنا بيشتغل بمؤسسة ممكن عين حدا بعرفه بس حدا بعرفه يكون مؤهل لهي الوظيفة هاي فالعاطل عن العمل كمان نفس الشيء لازم يسأل ويدور ويعمل علاقات ويحضر مؤتمرات ويحضر الأندية الاجتماعية الواجبات الاجتماعية لازم يختلط مع الناس لازم يعمل علاقات ليكون هاي الواسطات المفهوم الواسطة الموجودة بعقله انه لو لهي ما في نتوظف هذا الشيء غير صحيح تماما الشخص حضرتك ذكرتي في بعض الناس عندهم سيفيات احترافية عندهم مهارات فضيعة بس للأسف تجينا بعض السيفيات بحكم طبيعة عملي بجري كتير مقابلات عملي مؤسسات كتيري بعدد مجالات تجينا سيفيات بحكم خبرتي بحرف هذا الشخص عنده مهارات فضيعة بس مو موضحها بالسيفي عملها بطريقة غير احترافية أنا الهلا بالمنطقة يمكن ما شفت سيفيات احترافية بتتجاوز الخمسة بالمية اغلبية السيفيات اللي نحن بتجي بين ايدينا غير احترافية ابدا ما بيتكلموا عن التخصص تبعهم بالخبرات بيكتب وظائف من كل حد بنوصوب يعني شخص ممكن تخصص ويكون بالمجال التكنولوجيا كاتب انه انا عندي خبرة سنة ونصف مشتغل بمطعم او مشتغل بفندق استعلامات او 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 فورا اكس اي شخص ليش؟ لانه هنه ما شرحوا بالسيفي؟ بالضبط الشركات بدأ الاشخاص المتخصصين في مجال معين يعني ما في شركة بالعالم بتطلب موظف مالتي تاسك سوبرمان ما في بيطلبوا محاسب بيطلبوا اتش آر بيطلبوا مدير تسويق بيطلبوا قسم موظف مبيعات فاليوم انت بالسيرة الذاتية لازم تكتب كل ما يتعلق بالتخصص اللي انت اعلن عنه يعني انت اليوم شهاتك دراسك في مجال المحاسبة كل الوظائف اللي انت مشتغلها بالمحاسبة بتكتبها بالخبرات ما في داعي تكتب انك مشتغل بنادي رياضي او مشتغل هاي الاشياء بتأثر بتأثر على السيرة الذاتية يعني هاي من النقاط المهمة كتير اشخاص كتيرة السيفي اوكي تم فرز السيفيات انطلب هذا شخص للمقابلة اثناء المقابلة هو غير مهيئ تماما المقابلات معروفة موجود ممكن عشرين الى ثلاثين او اربعين سؤال عالمي اسئلة سابتة بتم اسئلتها للمتقدم للعمل لتكتشفي ما هي تفكير او عقلية هذا الشخص واحد اثنين لتطابقي كلامه بالسيرة الذاتية اللي اعطاك اياه تمام ثلاثة بتشوفه ملاءمته لهذا المعلن عنه بضبط كثير من الاشخاص بيروحوا على المقابلة بدون ما يعرفوا اي شي عن تفاصيلها الاسئلة هاي بيجاوبوا بشكل عشوائي فبيخسر فرصة كبيرة من العمل نتيجة عشوائيته بالاجابة على اسئلة المقابلة انا بشوف انه يمكن هذا الحديث تبعك تكون تأثير كثير كبير عن بعض الشباب او الصبايا واصلا معلومة جدا مهمة ولكن نحن عم نشوف اليوم عبر السوشال ميديا السيفيات جاهزة بطريقة سهلة وبطريقة مشرحة اكتر فهنا كوبي بيست بينزلوا على مثلا بسيفوا السيفي وبعدين هنه بحطوا كل المعلومات تابعه برأيك هل هذا الشي فرصة جميلة بالنسبة لبعض الشباب او هنه اذا يشتغلوا على السيفي مثل ما اتذكرت باحترافية اكتر بيكون انجح براو على سؤال جميل جدا الطريقة اللي حكيتي عليها طريقة فاشلة جدا مية بالمية لماذا؟ بتعطل العقل اصلا عن التفكير الشخص اللي بده يعمل السيفي في شركات كثيرة بتعمل السيفي بمبالغ جدا ضئيلة عندها قوالب جاهزة او في بعض القوالب على الانترنت موجودة بتحط بعض المعلومات بيفرز لك اياها يعني روح الموظف مو موجودة بالسيفي اليوم انشاء السيفي سهل جدا طيب شو هي روح الموظف؟ روح الموظف هي رح لك بخطوات اولا ما في بيت او شخص بدون كومبيوتر او لابتوب بالضبط مايكروسوفت وورد طريقة الاسرع ابسط ابسط برنامج يمكن حاسوبي هو مايكروسوفت وورد هذا الشخص في خطوات اساسية واقسام رئيسية لسيرة ذاتية اولا يحط صورة شخصية حديثة بدون فلاتر بنسميها هيت شود صورة هون في بعض الناس سيفيات تجينا صورة كاملة يحط صورة كاملة وراه شجر على سيرة ذاتية ففي اشياء ما بدل على احترافيت الشخص تنرفض هاي السيرة الذاتية مباشرة بسبب الصورة بسبب صورة او بسبب عدم وجود الصورة الصورة جزء مهم بشكل كبير جدا في السيرة ذاتية لهذا السبب في اقبال على البنات اكتر من الشباب هلا ممكن ببعض الوظائف شوفي موضوع الشباب والبنات جدا مهم صراحة يعني فيه مثلا انا احيانا بعلن عن position بدي حسرا بنت احيانا بعلن عن position بدي حسرا ولد شاب تجيني بنات كثير على هذا ال position تمام مؤهلات لهذا ال position بس انا لانه عندي خطة معينة job description خاص بهذا ال position لولد ما بعين بنت ان شاء الله يعني شو ما تكون تمام بغض النظر تعقبا على كلامك معلومات الاساسية لازم الشخص يكتب اسمه معلومات الاتصال البريد الالكتروني العنوان كل هالتفاصيل بالقسم الثاني اللي هي المعلومات الشخصية القسم الثالث يتكلم عن الشهادات اللي حاصل عليها اعلى شهادة علمية بيبلش فيها اعلى شهادة علمية حاصل عليها من اي جامعة اخدها سنة التخرج زائدا معدل التخرج يعني بعض الشركات تهتم بمعدل التخرج بدل المتفوقين ربما بعدها بتجي الشهادة الاقل مستوى تمام وبعدها الاقل فالاقل القسم الرابع هي الخبرات العملية اللي تحدثنا فيها بالبداية الاعمال اللي الشخص هذا مشتغلها بيكتب برجع وبركز بيكتب الوظائف المرتبطة بدراسته فقط ما يكتب اشكال الوان بالخبرات العملية الخبرات العملية بنقصد الاعمال اللي مشتغل فيها كمان المصيبة اللي بتجينا بالسير الزاتية اغلبيتها بالمنطقة بتجي انه انا اشتغلت بالشركة الفلانية وبس فقط المدية غير مكتوبة فيجي بعد المقابلة بنكتشف انه مداوم عشرة ايام بهالشركة هاي وكاتب اسم شركة عظيمة تمام فاليوم الشركة اللي بدك تشتغلي فيها بتكتبي اسمها بشكل مفصل عنوانها الويبسايت رقم الموبايل تمام رقم المدير شو كان الوصف الوظيفي لك بهالوظيفة بهالشركة هاي انا لازم اعرف انا لازم اعرف اوكي كنت شغال بهالشركة بس شو كان الجوب ديسكريبشن تمام وشو هي المدة اللي اشتغلت فيها بهالشركة هاي هاي التفاصيل المهمة اللي اغلب الشباب ما بيعرفوها بيكتب بس مجرد انا اشتغلت بالشركة الفلانية بعد هالامور بتجي الدبلومات الدورات الشهادات اللي انت حاصل عليها ضمن حياتك حتى الاكاديميات يمكن الاكاديمية نحن حكيناها بالقسم الاكاديمي الفوق اللي هي الشهادات العلمية بعدها بتجي الخبرات العملية بعدها بتجي موضوع الشهادات والدبلومات الاصغر تمام اللي ممكن انت عامل دورة تي او تي دورة مبيعات دورة خدمة العملاء هالامور هدول ممكن انت حاضرة عدة مهرجانات تخصصية عدة مؤتمرات تخصصية فهالتفاصيل هاي كلها تنذكر بهذا القسم بعدها بتجي موضوع الشخصيات المرجعية انت لازم بالسيرة الذاتية تبعاك تكتبي اقل شي شخصين مرجعيين انا لما بدي اسأل عنك تمام ممكن مدراء سابقين على الاغلب يعني يفضل يكون مدراء سابقين لشركات سابقة تمام يكونوا موجودين العنوان الاسم الوصف الوظيفي الرقم الموبايل انا بقدر اتواصل مع هدول فهي الابصط ما يمكن انك تعملي سيرة ذاتية يمكن ما تطول معك نص ساعة تمام بس انت عمل جلسة عصف ذهني لكل ماتة ملوكي من خبرات من علاقات من اي شي في هاي الصفحة هاي موضوع السيرة الذاتية ممكن بعض الاسم اللي بتجينا كم صفحة لازم تكون موشر تماما ممكن صفحة ممكن اتنين ممكن دلاتة ممكن عشرة ما في اي مشكلة يعني حسب الشي اللي انت تمتلكه تمام فهي يعني فينا نقول شرح مبسط عن كيفية انشاء سيرة ذاتية احترافية باسرع وقت ممكن وتطلع بشكل احترافي وتبين شخصية ومهارات هذا الشخص بالسيرة الذاتية بضوط اكيد نحن رح نحكي ونكمل عن هذا الموضوع ولكن مشاهدين الكرام نحن رح نروح بواصلك عن سيفي بشكل عام وخاصة نحن عم نشوف اليوم باعمار تحت الـ 18 واللي هو الشخص القاصر منلاقي كمان بيعمل سيفيهات سيفيهات عفو وكمان بيقدموه للشركات برأيك هل هذا فرص جميلة لبعض الشباب بيحبوا يشتغلوا ونهي انه عمارهم صغيرة ولا بتلاقيها صعبة بالنسبة اليون في اوروبا وامريكا وكندا والدول المتقدمة جدا هناك مشاريع او معسكرات صيفية لهالأعمار هدول يعني بيعلموا الشخص هو في المراحل هاي اللي حضرتك زكارتيا بسن المراحقة ممكن مطنعة السنة لـ 18 او ممكن بعض الدول من عشر سنوات لـ 18 سنة بيعلموهن كيف يبدأوا يدخلوا على سوق العمل تهيئة تهيئة هلو ففي مشاريع صيفية في مشاريع ممكن نددها شهر او اثنين او ثلاثة انت ما بتشوف عشوائي يعني لا 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 اكيد هاي الشيء جدا مهم عقلية الاستثمار نسميها او عقلية العمل لازم تعطيها لأطفالك بالبدايات سن المراحقة لازم يتعلم الاعتماد على الزاد لازم يعرف كيف تدار الامور التجارية لان بالنهاية البلدان ماشي عن طريق الاقتصاد فلازم يدرك هالامور ما يتفاجأ بعد التخرج بسوق العمل ما في فرص عمل ما في عنده خبرة بالمقابلات ما في عنده خبرة بالسي في ما عنده اي خبرة عملية فانا بالعكس هذا الشيء بشجع عليه وبأيده مية بالمية اه اكيد نحن رح نحكي كمان شوي عن مشاريعك ايضا انت عملت او انجزت كتاب بعنوان دولار مان او رجل دولار حكينا شوي عن ملخص هذا الكتاب ليش بتضبط دولار مان اوكي هلا ليش دولار مان بصراحة دولار هي اقوى عملة في العالم بضبط وكلمة دولار لها وقع خاص على مسمع جميع البشار حاسية تقيلة يعني يعني تقيلة بس حلوة اه يعني اسماء العملات لما بدك تعمل استبيان اقوى كلمة مؤسرة غير قوتها الاقتصادية هي رقم واحد كلمة مؤسرة هي كلمة الدولار تمام فتم اختيار اللغة تم اختيار الكلمة بناء على هاي المعطيات ليش دولار مان ليش رجل الدولار مثل ما ترجمتها دولار مان هو يعبر عن حالة عن شخصية مشابهة لشخصيات اللي كلنا بالعرفها سوبرمان وايرون مان وسبايدر مان كل هاي الشخصيات بتحكي عن شخص عنده صفة معينة بيوصل لأهدافه بطريقة جميلة وحلوية عنده قدرات ما بدنا نسميها خارقة بس عنده قدرات جميلة عرف كيف يجمعها ويستفاد منها ليصير شخصية مميزة اليوم دولار مان هو انتي هو انا هو اكس واي زيد اي شخص بداخله دولار مان صغير بحاجة بس فقط لبعض المهارات والخبرات لتنمية هذا الشخص لاخراجه على ارض الواقع والاستفادة منه ما في شخص بدون خبرات ما في شخص بدون مهارات ما في شخص بدون نقاط قوة بيمتلكها بس المشكلة في خراج هالنقاط القوية والاستفادة منها بالوقت الصحيح وبالمكان الصحيح الكتاب بشكل عام بيتحدث عن كل ما يخطر ببالك في مجال المال والاعمال كيف الواحد مثلا يستثمر نفسه كتاب دولار مان بيتقلب من 6 اقسام رئيسية كل قسم بيستهدف شريحة بالمجتمع الشريحة الاولى اللي هي بدون عمل اللي هي شريحة الكبيرة بالمجتمع اللي بدون عمل وعمل هي شريحة الاولى يعني انت اللي بدت فيها انه بدون عمل طبعا حسب انت السلسل فشريحة الاولى اللي بدون عمل القسم الاول بالكتاب مخصص لهذه الشريحة القسم الثاني مخصص للموظفين اللي عندهم وظائف وشغالين بس حابين يطوروا حابين ياخدوا مناصب وظيفية أعلى حابين ياخدوا كيف بياخد بوزيشن أعلى كيف بيزيد راتبه كيف ممكن يغير إلى شركة أفضل بيستهدف هذه الشريحة والتي هي كمان شريحة رقم كبير جدا الشريحة الثالثة بيستهدف الأشخاص اللي حابين يأسسوا عمل خاص بعيدا عن الوظاف يكون عنده بزنس خاص فيه خاصة بمجتمع الشرق الأوسط بدأوا الشباب يفكروا بتأسيس مشاريع خاصة فركزت على هذا القسم أيضا القسم الرابع نحن نركز على الشركات الموجودة مسبقا الشركات طبعا لما أقول شركات يعني مؤسسات محلات كل مجالات العمل بالقسم الرابع نركز على كيفية تطوير عمل الشركات كيفية إعادة هيكلة المشاريع اليوم ممكن بعض الشركات أرباحها وقفة عند حد معين أو درجة معين أو أرباحها غير سابتة ممكن بعض الأشهر فيها نزول بالقسم الرابع بيتحدث كيفية تطوير هذه الأعمال والمشاريع وكيفية زيادة أرباحها وكيفية إعادة هيكلتها وعملها بشكل احترافي بالقسم الخامس بنتحدث عن تحويل الأعمال من المحلية إلى العالمية كيف بدك تدخلي بمجال العمل الدولي كيف بدك تفتحي فروع للأعمال التي تشتغلي فيها كيف تفتحي الأسواق الدولية شو هي المخاطر اللي رح تواجهها شو هي البوابات أو المداخل اللي عن طريقها لازم تدخلي على سوق جديد بدولة مختلفة أنت ممكن عندك معلومات عليها كيفية الحصول على المعلومات عن هذا السوق حتى لو شخص إذا دور على المعلومات وأيضا فتح الدورات وأكاديميات عن هذا الموضوع بكثير منهم عن طريق السوشال ميديا بيقدروا أيضا يفتحوا دورات وخاصة الأونلاين صار درجة بآخر فترات بس الطريقة اللي هو بيشتغل فيها أحيانا تكون فاشلة يعني ما بيعرف كيف يوصل الفكرة لنجاح التجاري أو مثلا سوق الأونلاين نحن اليوم عم نشوف سوق الأونلاين هي من أنجح الأسواق بالعالم يعني خلنا نقول فهذا كمان من الأفكار الشخص اللي بيعرف يشتغل تجاريا فكيف الواحد مثلا حتى ينجح بطريقة صحيحة بعيدا عن أنه يفشل حتى لو مثلا يفتح أكثر من دورات أوكي مثل ما تفضلتي صار كل شي متاه على الانترنت اليوم أي شخص حابب يتعلم مهارة جديدة أو خبرة جديدة فينو عن طريق الأونلاين يختار أي جامعة أو معهد أو كلية أو أستاذ أو بروفيسور يتعلم عن طريق الأونلاين بدون ما يتكلف جهد السفر والتعب والتكاليف المرعب لكن الانترنت سيلاحظوا حدين تمام؟ في كثير مواد أنا برأي من أول يوم تم اختراع على الانترنت هو سيلاحظوا حدين في الصالح والطالح في السيء وفي الجيد اليوم بعض الأشخاص بنشوفهم فيه بعدد مجالات بيعطوا نصائح وصايرين للأسف مؤثرين على شريحة كبيرة من المجتمع هو لا عنده لا شهادات علمية لا عنده خبرات كافية بتأهله أنه يحكي عن تجارب وينصح الناس يعني مثلا واحد فاشل عمليا ما عنده مشروع ناجح واحد بيحكي عن كيفية تأسيس المشاريع العفو الوحدة فاشل اجتماعيا مع زوجها بتعطي نصائح للمتزوجات يعني كوارث السوشيال ميديا بصراحة لما بدك تنظري على هذا الجانب كوارث بجانب مظلم آخر طبعا أنت لما بدك تستفادي من الانترنت تختاري المعاهد الصحيحة المواد الصحيحة المؤثرين الصحيحين أنك تتعلمي منهم وتاخدي منهم أفضل ما يمكن ومتاح يعني الانترنت برجع وبعيد وبركرر كل شي متاح تقريبا بدون مقابل يعني منصة اليوتيوب منصة يعني مرعبة فيها مواد عظيمة جدا بالمقابل نرجع نكرر فيها مواد سيئة جدا لا ترتقي إلى أن الواحد يصرف وقد وجهد عليها ويتعلمها آه بالضبط أكيد نحن رح نروح لفاصل قصير وبعدها نرجع نعم مشاهدين الكرام أكيد كمان الوقت عم بداهمنا وحاب أن يقسل آخر سؤال لأستاذ نادر شخصك المفضل اللي خلاك اليوم مثلا يعطيك أمل للحياة أو فرص اللي انت شفته بحياة لا والله شخص واحد ما فيه هني مجموعة أشخاص أنا بمقدمة كتابي بكتر منهم عندهم مؤثرين خاص آه بالضبط أنا بمقدمة كتابي الأهداء الخاص اللي أهديته ذكرت فيه الأشخاص اللي أثروا بحياتي وتعلمت منهم كتير شغلات اللي هي المرحومة والدتي الله يرحمها أبي الله يطول بعمره أخواني شباب أخواتي زوجتي أطفالي وصديق عزيز مقرب عليه هدول المجموعة هني اللي كان لهم يعني ما يقارب ممكن 80-90% بتكوين شخصيتي أنا تعلمت من كل شخص من هالأشخاص هدول صفة معينة أنا هل هي هالصفات موجودة بشخصيتي عم مارسها بشكل يومي وعم بنجح فيها وبتوفق فيها لأنه هي أخذت أشياء صحيحة من أشخاص لا توجد أي مصلحة شخصية بيني وبينهم سوى الحب والتعاون والصداقة بدون مصالح فهدول هم الأشخاص اللي كونوا شخصيتي وأنا متأثر فيهم وأنا واثق رح أبقى متأثر فيهم ورح أبقى شغال على هاي المبادئ اللي أنا تعلمت منهم نعم استاذ نادر سعدون الاستشاري في مجال تأسيس وتطوير الأعمال شكرا جزيلا في نسمات زاجرس شكرا شكرا لكم